من أجل توفير سلة غذائية متكاملة للمواطن العراقي سعت العطبة العباسية المقدسة متمثرة بشركة نور الكفيل إلى توفير منتجات غذائية وحيوانية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ورفضها في الأسواق المحلية من خلال مراكز البيع المباشر التي توزعت في أرجاء المحافظات العراقية الشركة بها منتجات كثيرة منها الانتاج المحلي ومنها المستورة لم تقتصر التوزيع على منتجات الدجاج ومقطعات الدجاج لا بالألبان والمياه الغازية والمياه المعدنية بالإضافة إلى المواد الجافة والمنظفات كل هذا كان حقيقة لغرض تلبية العائلة العراقية من احتياجاتها اليومية من جميع المنتجات منتجات منوعة توزعت في مخازن عملاقة تقسمت لجوانب مختلفة منها الجافة التي تحتوي على المواد الغذائية التي لا تحتاج إلى التبريد وأخرى مبردة شملت الألبان والمشروبات الغازية والماء والمجمدة التي احتوت على اللحوم والخضروات وبعض المواد فضلاً عن مخازن المنظفات والمعاقمات حيث أن شركة نور الكفيل تعد المسوقة لمنتجات شركة خير الجود لتكنولوجيا زراعة الحديثة وصناعة المنظفات والمعاقمات مخازن شركة نور الكفيل هذه الشركة الرائدة اليوم في مجال صناعة المواد الغذائية تنقسم إلى عدة أقسام منها أقسام المواد الجافة والمواد الألبان والدجاج والمقطعات وباقي المنتجات الغذائية التي تكفلت بها شركة نور الكفيل لتسويقها إلى الساحة العراقية وخارج الساحة العراقية أيضاً تسويق مالتنا عن طريق نور الكفيل لأننا عدنا علامة الكفيل وعدنا علامة أخرى هي علامة الجود الاختصاص اللي بيننا وبين شركة نور الكفيل هي علامة الكفيل الخاصة بمنتجاتنا اللي هي تنزل عن طريق الأسواق المركزية التابعة على عتبة الأباسية المقدسة والشركة نور الكفيل التي تقوم بتسويق منتجاتنا إلى الأسواق المحلية ضمن خطوات تسعى من خلالها العطبة العباسية المقدسة في إحياء عبارة صنع في العراق شركة نور الكفيل واحدة من الشركات الرائدة التي تدعم المنتوج المحلي العراقي فضلا عن استثمار الطاقات الشبابية داخل الشركة وترجمت أفكارهم إلى مشاريع تخدم المواطن والسعي للنهوض بالواقع الانتاجي الوطني اشتركوا في القناة